التوافق الوحيد الذي يجمع الأحزاب وميليشياتها منذ أن سيطرت على العراق بدعم أمريكي إيراني هو اجتماعها بهدف تدمير العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وتغيير تركيبته السكانية ونهب ثرواته وما عدا ذلك هم مختلفون في تقاسم الغنائم وتوزيع السلطات ويصل هذا الاختلاف بينهم إلى حد التناحر بالسلاح لولا تدخل الدول الراعية لمشروعهم في منع سقوط العملية السياسية مجلة الإيكونوميست في تحقيق استقصائي لها رصدت الحراك السياسي والصراع الميليشياوي وخصوصا في السنوات الأخيرة حيث أصبح هذا الصراع علنيا ومكشوفا تؤكد المجلة أن كل شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد التي رفعتها الحكومات المتعاقبة تدخل في إطار تصفية الحسابات بين هذه الأحزاب ورغبة كل منها في تصدر الموقف والاستحواذ على مقدرات البلاد وتضرب الصحيفة مثالا على سرقة القرن التي شاركت بها سبعة جهات من مختلف الأطياف ولذلك تم تميع قضيتها وعدم الذهاب بعيدا في التحقيق لأنه سيفتح الباب أمام جريمة مالية منظمة لا تستثني أحدا من عواقبها ولا يقتصر الأمر على سرقة القرن بل يتعداه إلى مئات ملفات الفساد المالي التي جرت في مختلف الحكومات ونتج عنها تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج ونشوء إمبراطوريات مالية لقادة الأحزاب وزعماء الميليشيات وفي ظل هذه الشراكة الجماعية بصفقات الفساد فلا يمكن لأي حكومة أن تفتح ملف الفساد بشكل كامل لأن كل طرف يملك أوراق فضائح مالية على الطرف الآخر فيسير الجميع على مبدأ أصمت عن جريمتي لأصمت عن جريمتك وبحسب ما وصلت إليه الإيكونوميست فلا يوجد مسؤول يده نظيفة في العملية السياسية لأن الداخل فيها إما أن يشارك في الفساد أو يصمت على السرقة الممنهجة للمال العام تحت التهديد بالقتل والتصفية أمام هذا الواقع فإن كل عام يمر على العراقيين في ظل حكم الميليشيات يعني مزيدا من نهب ثروات البلاد ومزيدا من التدهور الخدمي والمجتمعي حتى إن آثار العملية السياسية في حال تغييرها ستمتد إلى سنوات طويلة